عايزة روح لك في شهات حاجات في الزمالك يعني أول حاجة كان فيه إعلان ترويجي في الفترة الأخيرة لأحدى المنتجات كان فيه ظهر فيه لعبي نادي الزمالك طبيعي والمنطقي نجم نادي الزمالك الأول منذ سنوات ماضية مين قليلة ماضية زيزو طبعا زيزو طبعا فين زيزو في الإعلان طيب في البداية كريم كل ما تردت حول غضب زيزو عن إن هو أو بسبب إن هو ما ظهرش في الإعلان غير صحيح على الإطلاق يعني مش زعلان مش زعلان خالص ولا غضبان خالص هقول لك غضبان من إيه؟ لأن فيه سبب تاني ماشي ولكن خليني أكلمك في حتة الإعلان الأول الشركة الرائعة لنادي الزمالك العقد المبرم ما بينها وبين إدارة نادي الزمالك بينص على وجود ثلاث إعلانات مش إعلان واحد يعني ده أول إعلان خالص وكان مرتبط بعبدالله السعيد لأنه هو الصفقة الجديدة وزيما أنا كنت معاك قبل كده وقلت لك إن عقد عبدالله السعيد بيتضمن إعلان هو ده الإعلان وشكبالة بناء على تجديد عقده في الفترة الأخيرة الإعلان الثاني زيزو هيطلع فيه لوحده أصلا وده مبرم بين الشركة الرائعة وإدارة نادي الزمالك وزيزو طبعا ليه نسبة مادية من الإعلان ده فالحية زيزو مش غضبان بسبب عدم ظهوره العكس هو واضح أنه فيه إعلان تاني هيبقى فيه زيزو بالزبط هو الجماهير بس اللي ربطت أنه هو طبعا نجم الفريق الأول هو منطقي طبعا منطقي تربط كده طبعا منطقي تربط كده